موسيقى مشاهدين الكرام أسعاد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم إلى جولة أخبار رياضة من قناة ليتزاير وقبل الخوض في التفاصيل إليكم أبرز العنوين رجلة والانضباط بالرابطة الوطنية تضرب بيد من حديد وتقرر رسليا اسقاط شباب عفكرون إلى قسم الهوات المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة منتخب السيشل والتعادل يكفي الخضر لضمان المشاركة في كانالغابون وفي الفن نبيل المنظمة الدولية للملاكمة تسمح للملاكمين بالمشاركة في أولمبياد رياضي جانيرو أهلا بكم من جديد البداية بالحادة الأبرز أين قررت لجنة والانضباط التابعة لرابطة الوطنية لكرة القدم الضرب بيد من حديد بإسقاط شباب عفكرون رسميا إلى قسم الهوات الرابطة عبر موقعها الرسمي أعلنت عن معاقبة شباب عفكرون بإسقاطه إلى القسم الهوات بعد الاستناد للعديد من الأدلة التي أثبت تتلعب بنتجة مباراة الشباب وضيفه جمعية الخروب برسم الجولة الثلاثين والأخرة من الرابطة الثانية موبيليس هذا وقد عقب رئيس النادي حسن بكوش بالإقاف لمدة عامين كميلين مع احتمال إقافه لمدى الحياة إضافة إلى معاقبة النادي بغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتين تتجه والأنظر غدا إلى العاصمة فيكتوريا التي ستحتضن مباراة المنتخب الوطني أمام نظره السيشيلي لحساب إقصائية كأس أمم إفريقيا 2017 وهي المباراة التي سيكون فيها التعادل كافيا لكاتبة محاربية الصحراء التأشيرة يتأهل الزميس المزيد من التفاصيل ستكون كافية في خرجته الإفريقية في السيشل لضمان بطارة نهائية كأسي سيدافع خذر على سمعته أمل الحفاظ على صدارة الميقية في ترتيب الفيفا التشكيلة الوطنية ستكون منقوصة من خدمات العديد من الركائز على غرار رياض محرز صانع ألعاب ليستر سيتي وياسيم براهيمي لعب نادي بورتول بورتغالي إضافة إلى إسلام سليماني المحاقب التشكيلة وبقيادة المدرب نبيل نغيز لن تجد صعوبات كبيرة في تحقيق الفوز الرابع في المجموعة التي تتصدرها برصيد عشر نقاط هذا وفي ظل إعفاء وليد مسلوب وبرهيم بدبود المصابان التشكيلة الأساسية ستعرف العديد من التغييرات والخذر سيدخلون اللقاء بحلة جديدة سيما في خط الهجوم حيث ستكون الفرصة مواتية للعبين الذين برزوا مع أندياتهم خلال الموسم الكراوي على غيران رشيد غازال اكتشاف نادي ليون الفرنسي وصفيان هني هدف الدور البلجيكي وسودان العائد بعد ثماني أشهر من الغياب حرصة المرمى ستوكل إلى رئيس هاب ملحي إلى جانب رباع دفاع مكون من مهدي زفان فوز غلام عيسى مندي وهيشام بالقروي وعلى سعيد خط الوسط الارتكاز سينشطه ثناء السفير طايدار وكارل مجاني في حين صناعة اللعب ستوكل إلى صفيان في غولي إذن هي مباراة تبدو ودية في ثوب رسمي لكن نقاطها حاسمة ليس فقط لضمان التأهل لكان 2017 وإنما أيضا لتأثير نتيجتها على ترتيب الفيفا والذي سيكون معيارا في تحديد قرعة تصفية كأس العالم 2018 والمقررة في الثالث والعشرين من جوان القادم فهل سيحسب محاربها الصحراء الأمور مبكرا أم سننتظر لغاية آخر جولة أمام منتخبي ليزوتو في اتصال هاتفي مع قناة ياتزير فتح رئيسه والنادي الهاوي لشباب بلوزداد مختر كالا من نر على بعض المسيرين السابقين السعين لتنحية رئيسي الشركة ريدا مالاك من منصبه متهما إياهم بضرب استقراري النادي لا استطلاق ذلك أكد مدرب ويدد بوفاريخ صوفيان نشمى عدم اتفاقه إلى حد الساعة مع إدارة الفريق حول بقاؤه من عدمها على رأس العرضة الفنية كما اعتبر أن إجراء الدربيات بملعب مصطفى تشاكر يخدم الجانب التقني ويساعد على تقديم كرة جميلة هذه تبقى للمكتوب لأنه حاليا نظن أن الإدارة والفريق بكله يمر بواحد المرحلة مرحلة فراغ لأنه حتى الآن كل الفريق رأيت ركولتي في الجوار رمي تفاوضو وعام السكوت كي سكوت عام في الفريق هذا السكتب بالنسبة للمكتوب رمي تفاوضو وإن شاء الله للمكتوب اللي حتى الآن وعلى رأسهم والولايات التي صراحة أنه رياضي واللي كانت لفرصة أن يتكلمت معه هو والرئيس البلدية التي رب معولين يعني بشي عاونو هذا الفريق أنا بالنسبة لنا دربيات للدربي بار اكسلنس هادو ما كيكونوا في ان تيران نوتر تيران كبير غازوني تو أعتقد أننا سنرى دي بو فوتبول وصراحة أنا بالنسبة لي نظن أنه قرار صائب بما أنه يعني تلعب خلالي كيروتور دان تيران نوتر وبدوره رئيس والنادي الرياضي الهاوي بوداد بوفاريك رابح بوراس اعتبر أن إقامة دربيات متجا يخدم أكثر فريق الاتحاد البوليدة معتبرا أن ملعب بوفاريك يمكنه احتضان المباريات الكبيرة كون السيدم؟ أنا سيدي معك ذلك السيد المباريات الكتابة أعجب بلسفر المفرير، ويشamine مجمز بلسفر، لillo انشخي، وأن هناك هذا القضير إيجاب . لون نعب مفروري واقع للجلسين من حيامًا. أعتقد انفره أليها أن يقابل، وليست تمر المفرر، ومن ثم يحودي، ومن ثم أن تحاول حساب، لذلك الطريق لا يقابل، لماذا؟ إذا يجب أن نقوم بعمل ماتش في ترين نتر سنعود إلى 5 يوم تحت شعار محاربة الفساد الرياضي احتضن ملعب أحمد زابانا بوهران فعاليات الطبعة الثانية لكأس السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني لكرة القدم سنف كهول مباراة نهائي نشطها كل من فريقي أمن ولاية سيد بالعباس وأمن ولاية الجزائر العاصمة كل سنة هناك سيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أسس كأس السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني تنفس فيه جميع الفرق متوجدة على القطر الوطني وهران هي فخورة جدا التي حضيت بتنظيم اللقاء النهائي المتعلق بكأس السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة كما تعلمون أن السيد اللواء المدير العام للوطني يشجع كثيرا الرياضة ويركز كذلك عن الروح الرياضية وشعارنا هو محاربة الفساد الرياضي أجواء الترقب التي سادت زمن المباراة خاصة بعد ضيع عديد الفرص للتهديف لينتهي شوط المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف ولم ينجح الفريقين في قلب الموازين من التعادل إلى تحقيق الربح لتمتد المباراة بعد ذلك إلى الضربات الترجحية التي كانت المفصل وكاد الحظ أن يبتسم لفريق أمن ولاية سيد بالعباس لكن بشق الأنفس كان فريق الجزائر العاصمة الأوفر حظا ليتوج فريق أمن الجزائر العاصمة بالسيد الكأس نهاية التظاهر الكروياتها وإن مال فيها الحظ لفريق على حساب فريق آخر إلا أنها خطوة إيجابية نحو ترقية الممارسة الرياضية داخل صفوف الشرطة بكرة السلة شرع صباحة اليوم المجمع والبترولي إلى تدريبته استعدادا لمباراة نهائي كأس الجزائر المقرر يوم الجمعة المقبل في قاعة حرشة بالعاصمة أمام نظره اتحاد ستيف فقد جرى تدريباته المجمع النفطي الذي يقترب من ترق بابه تتويج كعادته بظروف ملائمة ومرحة ليبقى مشكل واحد وهو إصابة اللعب في صلب الخوجة التي ستحرمه من المشاركة في النهائي المجمع الذي اتتوج الأسبوع الفارد بلقب البطولة الوطنية الممتازة على حساب جره شباب الدار البيضاء هو على موعد لخوض ذات التجربة مع الاتحاد الستيفي الذي يعد مرشحا قويا بالنسبة لأشبال فايد بيلان نظر أنه الحالي ما زال ما دخلناش في الموضوع لأنه نخمه أكثر الاسترجاع القوة إن شاء الله من الأربعة العشية تمرين تدريب تاعد الأربعة العشية والخامس يكونوا أهم تدريبات قبل النهائي هذا وإن شاء الله نكونوا في الفندق ونتكلموا كثير ونحضروا بسيكولوجيكيا وإن شاء الله ونشوفوا نقاط الدعف ونقاط القوة الخصم حسنيا, حسنيا. ومشارطة للمساعدة للعبوت هربائيشي. سنقوم بعملنا بسيطة لاحقا كما تتواجبًا. سنقوم بعملنا لطيف حيث حقا بشكل محسن. سنقوم بسيطة التعصيح واللقاء من المعين. لأجد أن نظام المحسن في المشارطة ، سوف نحصل على شمبينات ويحب أن نقول لك الجوارة أمبرها 100% وعلى ما نحاولنا فينا لأنها الأجوار الأمور في مرأسي دبلة شاكراً كما يقول لك الجوارة تشاهدون موتيفي وحب أن نقال لعبه وحب أن نكملها إن شاء الله في دبلة إن شاء الله كما يقول لك الموتيش يكون فاسي في موتيش يقعد في موتيش هما يحضرون وحنا نحن محضرين كتر وفي ذات سياق أكد مدرب المجمع البترولي بيل الفايد أنه في صدد تقديم طلب استقالته من تدريب النادي مباشرة بعد نهائي البطولة معرباً في ذات الوقت عن رغبته في تغيير الأجواء وذلك دون أن يشير إلى خليفته في تدريب الفريق أنه أنا بعد النهائي إن شاء الله رايح نغادر الفريق ويعني ما نقدش نتكلم عن العام الجاي إن شاء الله نتكلم لك إلا على النهائي تاع هذا العاد السنة إن شاء الله لأنه ما تنسيش أنه أنا أنا شيئاً كادر على رأس ونطراك أخذت الآرات التاعي يعني الآن نشوف حاجة أخرى ما تنسيش أنه أنا من 99 وعلى رأس هذا الفريق ختمت سنة في لبنان ثلث سنوات في المغرب ولكن يعني المدرب لازم يبدل وإن شاء الله لما لا عندي عام وعامين في الخارج ولما لا نعود الرجوع إلى الفريق تاعي لأنه أول فريق ليه هو المجمع راح يجي إن شاء الله وفي الوقت اللازم الرأي سيصرح بشكل راح يجي إن شاء الله في الفن نبيل سيكون بمقدور الملاكمين الجزائريين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة بريو دي جانيرو 2016 حسب ما أعلنت عنه المنظمة الدولية للملاكمة وفي مؤتمر استثنائي قيم بمدينة لوزانا سويسرية صوت أعضاء المنظمة الدولية لصالح انضمام الملاكمين المحترفين في البطولة الأولمبية بريو بنسبة ثمانين وثمانين صوتا مؤيدا مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت وسيكون الملاكمون المحترفون أمام ضيق من الوقت للتوفيق بين التحضير لدورة الألعاب الأولمبية والمشاركة في الدورة التأهيلية النهائية بفينيزويلا في جوان الجاري دوليا وفي تصويت لأعضاء اتحاد اللاعبين الألمان اختير الجابوني بير امريكا أوباميونغ مهاجم بوروسيا دورتموند أفضل لعب في البطولة الألمانية خلال البوندسليغا في موسم 2015-2016 وفي تصويت شارك فيه أزيد من 500 لعب من أعضاء اتحاد اللاعبين حصل أوباميونغ على نسبة 19.7% من إجمالي الأصوات يتقدم هدف البوندسليغا على مهاجم باير مينيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي فيما حل صنع ألعاب دورتموند الأرميني إيريك مكتارين ثلث وترتيب هذا وعاد لقب أفضل مدرب لطوماس توخيل المدير والفني بدورتموند فيما عادت جائزة واللعب الصاعد لجوليان فيغل متوسط دورتموند في الكرة السفراء بلغ سيربي نوفاك جوكوفيتش الدورة ربعاً نهائياً من بطولة رولونغاروس المفتوحة للتنس سنة البطولة الأربع الكبرى للغراند شلام المصنف الأول عالمياً واجه الإسباني روبرتو باوتستا وفز عليه بثلاثة أشواط لواحد جاءت تورياً بستة ثلاثة واحد ستة واحد ستة أربعة وسبعة خمسة ليضرب موعداً مع تشيكي توماس بيرديش الفائز على الإسباني دافيد فرير بثلاثة أشواط نظيفة ولدها السيدات بلغت المصنفة الأولى عالمية للأمريكية سيرينا ويليامس الدورة ذاته بفوزها السهل قول على الكرواتية إلينا زفيتولينا بمجموعتين نظيفتين بوقع ستة واحد وستة واحد نهاية جولة أخبار الرياضة نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة